غفى حارس أسوار الاحتلال في وقت حراسته فشل في إنجاز مهمته وأقفق في تحقيق النصر في ساحة القتال ليحاول بعدها لملمة شتات نفسه من خلال محاولة التصعيد في غزة شن جيشنا ليلة أمس غارة على غزة ردا على البالونات الحارقة أريد أن أضح مرة أخرى أن الأمور قد تغيرت إسرائيل تريد الهدوء ولكن العنف والبالونات والمسيرات والإزعاجات على أشكالها ستقابل برد قوي تصريحة بنت تأتي غدا تقصف جيش الاحتلال مواقع تابعة لحركة حماس في غزة بدعوى الرد على إطلاق البالونات الحارقة مهددا بمواصلة هجمته لا شك في أن نيران الإرباك الليلي كأسلوب نضالي بدأ من غزة لفحت تل أبيب بعدما توسعت باتجاه الضفة وقد أحدثت هذه العمليات تطورا في شكل وحجم المقاومة الشعبية تعبيرا عن رفض الاحتلال وممارسته تزايد البؤر الاستطانية في الضفة خلق حالة من الرد الشعبي في صفوف الفلسطينيين أخافت تل أبيب وأقلقتها خصوصا مع اهتزاز صورتها أمام العالم رغم كل ما تمتلكه ومحورها من قدرات إعلامية التهديد الدائم بالتصعيد يوحي أن الاحتلال مربك في كيفية التعامل مع المعطى الجديد المتمثل بفعاليات الإرباك الليلي والحكومة الجديدة في إسرائيل التي قامت على اتلاف غير متجانس تبحث عن استعادة هيبة إسرائيل المهتزة بعد خروجها من معركة هزمت فيها ميدنيا وعالميا فيما معادلات سيف القدس تترسخ يوما بعد يوم